ماذا عن حلفاء روسيا اليوم يا محاسن بعد هذا التواغل في الأراضي الروسية؟ حلفاء روسيا راوية لطالما وقفوا معها قولا وفعلا وبطبيعة الحال اليوم أيضا حلفاء موسكو الاستراتيجيون لا يخذرونها فبيلاروسيا وكوريا الشمالية تتأهبان لدعم روسيا بعد التواغل الأوكراني في كورسك فلوكاشينكو الرئيس البيلاروسي يلوح باستخدام النووي في حال استمرت تصعيد الأوكراني مع روسيا ناصحا كييف بالجلوس على طاولة المنفاوضات لأنها ستدمر إن رفضت أوكرانيا تحاول وتريد استفزاز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية يقول الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو لكن بلاده لن تتأخر عن تحويل خططها الدفاعية إلى هجومية في حال لزم الأمر مذكرا كييف بصواريخ اسكندر البلاروسيا القادرة على حمل رؤوس نووية لوكاشينكو كشف أيضا أن أوكرانيا نشرت أكثر من 120 ألف جندي على حدودها مع بلاده وأن مينسك نشرت قرابة ثلث قواتها المسلحة بطول الحدود أي 12 ألف جندي أما الحليف الاستراتيجي الآخر لموسكو زعيم كوريا الشمالية صديق بوتن وصف التواغل الأوكراني بأنه عمل إرهابي لا يختفر دعمته واشنطن والغرب ولحماية سيادة موسكو بيونج يانج ستقف على الدوام إلى جانبها وهذا ما قامت به كوريا الشمالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا